دخلنا في الجد خلاص ومنتخبنا الوطن يبقر ان شاء الله بإذن الله عنده أول مباراة في التصفيات الإفريقية الموهلة لكأس العالم قلت قبل كده التصفيات دي بقى لأملها لما بيكون معنا منتخبات مش بالمستوى القوي لا المغرب ولا السنغال ولا تونس ولا غانا ولا الكاميرون ولا حتى نيجيريا ولا حتى جنوب إفريقيا فيمكن أقرب في ريف التصفيات قريب مننا يعني في المستوى ممكن نقول بركينة فاس ولكن ما تضمنش غادر الزمن يجيلك من جبوتي من سيرليون لقدر الله يعني ان شاء الله منتخبنا يكون جاهز لكل هذه الاحتمالات ولكن عندي تعقيب وعندي سؤال عندي تعقيب وعندي سؤال أولا تعقيب على تصريح للكابتن خالد غرابة منجير منتخبنا الوطني واللي تكلم على فكرة ليه مصر تلقى في سيرليون على ملعب نجيل صناعي أولا يا كابتن خالد حضرتك يمكن أكتر واحد ممكن يعرف مننا أو عننا يعني أن فيه ليحة منظمة للتصفيات من ضمن البنود اللي تخص اللايحة أن فيه بند متعلق بالاستادات الفيفا بيسمح في بند الملاعب أن أي فريق عنده ملعب نجيل طبيعي ملعب نجيل صناعي ملعب فيه هاجين يعني دمج ما بين النجيل الطبيعي والنجيل الصناعي يقدر يلعب على هذا الملعب وأن الملعب ده لازم تكون رخصته ممتدة لمدة سنة وأن الملعب ده لازم يكون مطابق للمواصفات والمعايير والفيفا بيعتمد هذه الملاعب فما ينفعش نعلق على هذه التفاصيل مش عايز أقول شماعات ما ينفعش نعلق على هذه التفاصيل قبل ضربة البداية حاجات دي لو وسطت اللعيبة ورغم أن هي لعيبة دولية ولعيبة كبيرة وكل حاجة بس ما ينفعش نقول مبررات زي دي وإحنا لسه بنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في التصفيات ملعب نجيل صناعي إيه المشكلة؟ ملعب نجيل صناعي ما هو ملعب نجيل صناعي معتمد من الفيفا يعني ده ملعب نجيل صناعي من التراز الأول ملعب نجيل صناعي لسه جديد مش ملعب من الملعب نجيل صناعي اللي مثلا بقى لها خمس سنين أو عشر سنين وما تجددتش فما تلاقش الفيفا بيعتمد الملعب دي والملعب نجيل صناعي يحق السيرليون تختار ملعب نجيل صناعي وإنت في مصر ليك حق أنك العايز تلعب في ملعب نجيل صناعي تلعب على ملعب نجيل صناعي فطالما اللي حت تسمح بده ما ينفعش نعقب أو نعلق على هذه الجزئيات لأن التفاصيل دي ممكن توصل لبعض اللعيبة فتبقى مبررات بعد كده لقدر الله ونحن فيها نتيجة سلبية دي نقطة نقطة التانية وده سؤال